بسم الله ياب والابن الراحة الكدس الان واحد عمين حلقة جديدة معكم ناد وطور بستين الحلقة دي يا جماعة بلس نتكلم عن ممارسة الجنس في فترة الصوم المقدس بالنسبة للكنيسة ايه وضعها يا جماعة ببساطة ساير بورس الاسول قال ان ما فيش حد من الزوجين يسلي بحق التاني انت سبق في فترة الصوم او غير فترة الصوم ليه بقى؟ لان الموضوع ده قدرات واحتياج للراجل وللست وانت مش متجوز ولا انت متجوز عشان تعذب الشرك التاني او تعذب الشرك التاني ولس يوم معمول عشان انتو تعذبوا بعض اه قوة وامتناع لكن ما توصلش ان انت ولا انت توصلوا للمرحلة اللي هتضعفه بعد فيختبركم الشيطان زي برضو موجود في الكتاب المقدس لما لازم بالاتفاق اللي امتناع عن العلاقة زي الاتفاق مع النفس انت بتفي مع نفسك ان انت تمتناع على الاكل يبقى لازم بالنسبة للجنس اللي امتناع لازم يتم بموافقة الطرفين مش طرف واحد بس عشان الشيطان ما يخشش يجربك او يجربيه يجرب مراضك بزنة او حد يلعب عليها فيخليها اتغير دينها او الكلام ده ده ببساطة لكن الهاري يبقى وانه حرام وكده مش صح والكلام ده ده هاري او يبقى في انتناع بس الفترة قد هي تحددها انت امراتك عزين تدخلوا قبل اطراف في النص مش مشكلة لكن كتاب المقدس محددها في نقطة ان ما فيش حد فيك ويسلب التاني حقا صريحة وان ربنا مش هيفرح بيك ولا هيفرح بيك لما انتو تبعدوا عن بعديكو وفي الاخر طوعي او طوع عنده في زنة او في علاقة وغلط نتيجة الاحتياج غير مربعة فلازم يقول الموضوع المفهوم صح عشان نتيجة ما تبقاش مثيقة ده ببساطة سيبكو بقى من بعض الرجال الدين بعض الندرة اللي تلع مثلا طلع افتن ما فيش حد انه هو يمارس الجن صغير لما يرجع ايه ده ايه العقل ده كلام مش مظبوط ولا كلام يخش على حد عائل يعني هيروح يستأذنك كل ما يجي يقول لك ماليش همسك ايد مراتي هبوس مراتي ايه الكلام ده ومن المصائب بتحصل من قريل والبنات اللي تسيبوك في المساحية متجوزين ليه بلاش التخلف ده ده اسمه تخلف انا مش لقيه التخلف يعني ارجوع عن الفكر السليم مش هرجوع ليه الفكر السليم عن الفكر السليم يعني فيه انت محلال في الفكر نجوز نجوزي مش ليك الحقيقة حق عليك وحق عليك نجوزي انا كنت عامل بحث في القرية الاكتراكية وخدت فيه امتياز في سنة ثالثة في مدد اتنا نهيك بحث عن مشاكل ازجاج بسبب الفكر الرهباني في الكنيسة القيادة بتاعتنا القيادات الكهنوتية الكبرى رهبان بقى بطرق منهم بقى وصقفة ده المعظم فالفكر السياد فكر الرهباني فالفكر الرهباني ده مينفعش في الزجاد بداة مع كامل احترامي ينفع مين بقى اللي يستشيره يستشير حد مختبر في المواضية دي او يعني عنده اختبارات مع ناس ناس يعرف منها خبرات او حد دارس علم نفس ده اس مادة علم الجنس نفسه ده بقى اللي يفيدك في الكلام ده مش يفيدك واحد رجل دين مسلا دماء وبطاطا شاف كان مش حلوه ام رزعلك الرسيفر في الارض شغل جاهلي ماينفعش الكلام ده لازم واحد اللي بيفهم في المواضيع دي واللي بيفهم دين اصلا صح يقولك ان المواضوع ده او يقولك لا تمتنعوا الا مجتمعين انتو الاثنين ارادتك وتكون واحدة ان انتو عايزين الفترة دي قلسوا الفترة دي للصوم و الفترة دي في الصوم مش معناها ان تلاتة واربعين يوم مفيش علاق انتو كده ممكن تدمروا بعض يعني في فترة انتناع في اليوم مثلا لغاية مثلا فكترة الانقطاع بعدها عادي او ممكن تقدوا اليوم كامل من غير او تقدوا اسبوع كامل من غير او شهر كامل ده على سبيل المسال انتو بتحدوها مع بعضيكو على حسب احتمالكو لكن غير كده او فر دي بقى يتعتبر هارطق اللي هو بقى كله هند طاقت ان هو حاجة لا رجوع ناخد بالنا بالفكرة دي واللي عجب الفيديو ارجع مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق يا جماعة يعلم ربنا وستينوس سامعالكوصبوتوس وغنوستوس اكليريكي اكليريكي وحصل على امتياز بجدارة ومغشتش ولولا ان الفكرة اللي اكتبني مجتمع داخل الكنيسة كان زماني اتحطيت الاول وتعينت جوه كله لك بس هنقولي العالم داخل جوه الكنيسة للعسف وعيز اخرقها بصرف النظر خلينا في موضوعنا الاهم دور اكتب المقدس هتلاقي الكلام اللي اقولولك سليم متعزبوش بعض في الاخر النهاية حد فيكو ينحرف او حد فيكو يخرج ايديانة تانية سلام الله معكم وصلاة والاكل